لم تكن المشاركة في الثورات العربية منذ عشرات السنين حكراً على الرجال بل وشاركت فيها أحياناً صنعتها نساء ضحين بحياتهن في سبيل أوطانهن هذه أرضنا أنتم طارئون جئتمونا فأنتم مختصبون تدججوا بالسلاح حتى أعناقكم لسنا خائفين هنا استكمال لثورات الربيع العربي في أبهى حالتها تستعيد تكوينها الأولى مثل كل أمر ظاهره بالغ التعقيد تبسطه الحقيقة بقوة الحق من يظن أن الثورات مقتصرة على الرجل فهو جاهل في التاريخ والحاضر فالمرأة لم تكن حجر الزاوية في كثير من الأحداث فحسب وإنما كانت في كثير من الأحيان المحركة الرئيسية لتلك الثورات وسبباً رئيسياً في استمرارها جميلة أشهر رمز للمقاومة في الجزائر ألهمت الشعراء حتى أن بعض النقاد أحصى ما يقرب من سبعين قصيدة كتبها عنها أشهر الشعراء في الوطن العربي مثل نزار قباني وبدر شاكر السياب لم تتوقف المرأة العربية عن تقدم الصفوف الأمامية للثورات ففي عام 1972 تصدرت فتاة أردنية تدعى تيريزا هالسا عنوين الصحف حول العالم فهي كانت واحدة من بين أربع فدائيين شاركوا في اختطاف طائرة بلجيكية إلى مطار اللد في فلسطين المحتلة دلال المغربي اسمها وحده يبعث في النفوس التحدي والمقاومة هي فتاة فلسطينية شاركت في عملية فدائية معروفة بعملية كمال عدوان داخل فلسطين المحتلة عام 1978 أسفر عن مقتل 38 مستوطناً استشهد الدلال على إثرها وبرفقتها ثمانية آخرون لم تهدأ السيدات في الثورات والأحداث المفصلية في العالم العربي لتأتي ثورات الربيع العربي وتتصدر السيدات المشهد فمن أسماء محفوظة التي اعتبرها كثيرون من قادة الثورة المصرية وليس انتهاءاً باليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام خلال الأيام الماضية تصدر وجه فتاة سمراء جميلة تردد أغنية شعبية تردد صداها في كافة أنحاء العالم هي ألاء صلاح والتي لمع نجمها في الثورة التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير المرأة أكبر من مشهد وأعظم من صورة ففي انتفاضات وثورات اليوم ثمت مشاهد إنسانية لا تكف عن الحضور ولعل كل واحدة منهن لها قصة وتأثير وفداء فهن لم يتوقفن عن الفداء في كل مرحلة وثورة وانتفاضة من أجلي ومن أجلك من أجل الوطن أيضا فمن لا وطن له لا حياة له ولا مستقبل الوطن هو الحرب والثورة الوطن هو الحب والعشق هو الروح والجسد هو حب الحياة وعشق الشهادة موطني موطني